السلام عليكم عامليني يا رب تكونوا بخير واخيرا الفيديو المنتظر زي ما وعدت حضراتكم من يوم 6 قبل تدول عملة كور على المنصات هنشرح لحضراتكم هنشتغل ازاي وإيه اللي السراتيجيات اللي هنتبقها زي ما حضراتكم عارفين ان النص اللي في المجال بتاعنا ما يعرفش حاجة عن التدول بيكون معظمه شغال في مواقع المجانية وكده بس انا وعد حضراتكم اللي انا مش هسيبكم وهورل حضراتكم ازاي تشتروا عملة كور من اوائل الناس وازاي تطلع منها ربح يمكن نوصل لعشر دبلات ان شاء الله ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده واتكل حاجة بشكل تفصيلي ونتعلم مع بعض ونعرف الاستراتيجيات اللي هنمشي عليها وهنطلع ارباحنا ازاي وهنبيع امتى ونشتري امتى ونخرج امتى من العملة وامتى ندخل تاني في العملة كل ده هيبقى بشكل موضح جدا لحضراتك وبسهولة وسلاسة انا مش عايز حضراتك تملي من الفيديو الفيديو ده معمول عشان حضراتك فلازم تبقى مركز في الفيديو من البداية للنهاية لان كلها خطوات مترتبة على بعضها ولازم ان حضراتك تبقى امتبع كل خطوة بالتفصيل فهيبقى انا عبدالعزيز من قناة كريبتو يلزى هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني لو حضراتك اول مرة تشوفني او مش مشترك في القناة ففضلا وليس امرا اشتراك في القناة وتفاجر الجرس عشان وصلك كل جديد واللايك الجميل بتاع حضرتك على الفيديو ده وشكعني به الفترة الجاية يا شباب محتاجين نتابع مع بعض بشكل اكبر علشان ما نضيعش اي فرصة ان شاء الله مش هنشتغل على عملة كور اول يوم بس لا ده احنا هنشتغل ايام متتالية وان شاء الله هنطلع كل فترة ارباح منها بشكل خرافي باذن الله وعشان ما نطولش في المقدمة خلوها نصلى على النبي يلا بينا رقم واحد يا شباب احنا هنشوف المنصة اللي هنشتغل عليها انا عامل لحضرتك دلوقتي مقارنة بين المنصات والسيولة على جروبنا تليجرام هنشوفها مع بعض فتحنا هنا مع بعض يا شباب جروبنا على التليجرام ده الجروب الرئيسي بتاعنا وده الجروب بتاع الاخبار لسه عاملينه امبارح الجروب ده يا شباب بنتابع عليه كل جديد زي ما حضرتك شايف انا بنزل عليه كل الاخبار هو اول باول وكل حجم تبعينها او شغالين عليها بتلاقييني بنزلها على الجروب ده المقارنة هي يا شباب انا هنا عامل مقارنة بالتمن منصات اللي عملة كور هتتداول عليها يوم تمانية هنا بقول لحضرتك حجم التداول اخر 24 ساعة على المنصات دي رقم واحد متصدر معانا اللي بانك رقم اتنين معانا بتري رقم تلاتة اوكي اكس امي اكس سي بيتمارت ومنصة جيت ومنصة هوبي ومنصة بايبت طيب دلوقتي اعلى منصة معانا اللي بانك منصة اللي بانك يا شباب انا اشتغلت عليها من فترة والرقم ده مكانش متواجد في الفترة اللي انا كنت تشغال فيها فالرقم بتاع التداول اخر 24 ساعة ده رقم حديث على المنصة فاحنا عايزين نشوفوا المنصة المناسبة او المنصة اللي تكون فيها سهولة والوقتي يا شاب عن تجربة انا جربت المنصات دي كلها بس انا شاف ان المناسب كسهولة كسلاسة كسيولة ككل حاجة منصة امي اي اكس سي هي ينقصها اللغة العربية بس انا هوضح لحضرتك هتعمل ايه انت مش هتحتاج اللغة العربية في اي حاجة انا هوري لحضرتك الخطوات اللي هتمشي عليها وهتبقى عارف هتعمل ايه بالزبط من غير اي تدخل مني وطبعا انا مش هسيبك هنعمل الزوم زي ما قلت لحضرتك بكرا ان شاء الله الساعة تمانية بتوقيت مصر حضرتك هتحسب الساعة تمانية بتوقيت مصر دوت هيبقى بالبلد اللي حضرتك عايش فيها الساعة كامف وحضرتك هتبقى معنا متابع على جروبنا تليجرام وهنحضر الزوم كله مع بعض هيبقى معنا متدولين محللين هيبقى معنا ناس تقيلة جدا في التحليل وهنديكوا استراتيجية ان شاء الله مية في المية هنطلع منها ربحي بإذن الله يعني انا عندي يكون كبير بكده بإذن الله طيب دلوقتي عايزين نروح على منصة MEXC دلوقتي يا شباب فتلحنا منصة MEXC ديت الوجهة الرأسية بتاعة المنصة حضرتك عايز تشتغل معي على منصة MEXC انا عن المستوى الشخصي انا هتدول في عملة كور على منصة MEXC طيب دلوقتي لو حضرتك عايز منصة تانية ولسه مش موسق فيها ومسجل فيها حضرتك هتجيلي على جروب التليجرام وتقول لنا عايز اوسق او اسجل في منصة كزا اللي هم التمن منصات اللي انا لسه مرهم لحضرتك بالاسم دلوقتي طيب حضرتك لسه ما تعرفش اي حاجة عن اللي احنا شغالين عنه ولسه ما تعرفش احنا بنعمل ايه حضرتك برضو هتجيلي على جروب التليجرام وهشرح لحضرتك هتلاقينا عامل كده مسبت وهوري لحضرتك وحضرتك هتعرف احنا شغالين عن ايه احنا بنشتغل على العملة كور وعايزين نطلع منها ربح احنا هدفنا في الاول وفي الاخر اللي احنا نطلع على ربح ونستغل الفرصة بس مش اكتر فاحنا هنكون من اوائل الناس اللي هتشتري في عملة كور فبالتالي لما يخش في العملة اي سيولة من 8 منصات العملة سهلها يرفع فاحنا بالتالي هنروح بيعين عملنا ارباحنا وتمام تمام هنخرج من العملة هنبدأ نقرر دوت مع بعض اول ما نشوف العملة سعرها كام والمؤشرات حالتها ايه وسيلة العملة قد ايه وكل دوت هنقرره مع بعض طيب تمام دلوقتي احنا فتحنا منصة MEXC مع بعض حضرتك اول ما هتفتح المنصة يوم 8 ان شاء الله هتعمل ايه هتجيله في البحث هنا كده فوق هنكتبله هنا كور هيقول لحضرتك هنا في البحث ان لسه مش موجود عملة كور هنا ديت مش العملة اللي احنا نشتغل عليها دي كور حاجة تانية مناش دعوة بالعملة ديت احنا عملة كور لسه ما تضفتش للتداول احنا بنبحث هنا في شريط التداول هنا احنا طبعا هنشتغل على الاسبوت على الاسبوت ده يا شباب هنشتغل على الاسبوت ده فيوتشر مناش دعوة به وده ETF برضو مناش دعوة به طيب تمام اول ما الساعة تيجي اتنين بتوقيت مصر او اتناشر بالتوقيت العالمي هتلاقي العملة زهرت هنا على طول احنا طبعا هنبقى واقفين بالمرصاد الساعة اتنين بتوقيت مصر بالزبط او الساعة اتناشر بالتوقيت العالمي حضرك بتحسب انت في اي دولة او ما هتبدأ تزبط الوقت بتاعها على وقت حضرتك تمام تمام هنبقى بتابعين برضو على جروب التليجرام كله اول باول ان هفضل موجود يا شباب من الساعة اتناشر بتوقيت مصر او عشر بتوقيت العالمي موجود معاك في الجروب مش هسيب حضراتكم طيب العملة اللي اه ظهرتين هندخل على العملة وليكن ان دو عملة كور اول ما هندغط على العملة هيبقى معنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا المؤشرات انا مش عايز حضرتك تهتم او تركز في المؤشرات ديت لان اول ما العملة بتفتح التداول مش هيكون فيه ولا مؤشر من ده تمام تمام احنا دلوقتي عندنا تحت هنا خانة البي وخانة السل الشراء والبيع احنا هندغط على كلمة باي هندخل عليها كده هيفتع لحضرتك الوجهة الرئاسية للتداول انا طبعا بشرح هنا كمثال ده مثال ده عملة تانية غير عملة كور عملة كور هتفتح يوم تمانية كتداول طيب تمام هل عملة كور مدرجة على منصة ام اي اكس سي اي ومدرجة على ام اي اكس سي ومدرجة على ثمان المنصات الي انا ورطتهم لحضرتك وهورر الحضرتك كل حاجة دلوقتي برضو. احنا هنعمل ايه? ايه الوجهه دي كلها وايه اللابخة دي كلها? انا هقول لحضرتك ما تقلقش من اي حاجة الوجه دي الوجهة ايت بسيطة اوسلسة. وانا هورر لحضرتك كل خانة هنا بتعمل بها ايه بالزبط? حضرتك لو ما تدولتش قبل كده او ما باعتش واشتريت فمش هتكون عارف الوجه دي. ولو حضرتك باعت واشتريت فاركز معي برضه علشان المرة دي ما اش عايزين يكون في اي مجل الخطأ طيب تمام احنا هنا دلوقتي وقفلنا على خانة الشراء ايه اللي احمر هنا ده وايه اللي اخضر هنا ده الاحمر دوت اردارات البيع لو جيت حضرتك بصيت هنا كده كل دوت اردارات بيع سعر العملة ده سعر العملة الوحدة ودوت كمية العملات اللي معروضة للبيع يبقى احنا نتفق كده مع بعض ان دوت سعر العملة بيرس يوزتي السعر باليوزتي وامونت العدد اللي معروض للبيع جميل جميل والخدر ده عندنا ايه ده سعر العملة برضه وده اردارات الشراء احنا اتفقنا هنا ان ديت اردارات البيع اللي احمر اردارات بيع والخدر اردارات شراء طيب دلوقتي احنا هنا عندنا السعر اللي محتوظت انا عايز اشتري ها عندي كزا واحد حطة اردار وليكن ان نخليها هما طبعا اي حد يقدر يحط اردار مع ده لو حضرتك عايز تحط اردارك هنا 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 في اي سعر حضرتك حابب بتحط في الارضر بتاعك الارضر ده اللي هو طلب طيب لو حضرتك معك واملات عنها عايز سباحها disso ل LORD او طلب للبيع ان كان هنا برضو ان كان هنا ان كان هنا ان كان هنا حضرتك بتحدد له السعر. وهورى لحضرتك تحدد سعر واحضرتك تشتري بسعر السوق يا ازاي? وتشتري ار ضر مباشر ازاي? وهورى حضرتك احنا هنشتري بتحديد سعر ولا هنشتري مباشر. هورلي حضرتك كل حاجة بالتفصيل. ركز معايا بس خمس زقايق عشان انت ما تضيعش النقطة ديت. النقطة ديت مهمة جدا جدا يا شباب. وازورون انه كنت بكرر الكلام. بس انا بكرر الكلام عشان المعلومة تثبت في دماغك. بس مش اكتر. طيب احنا اتفقنا هنا ان الاحمر ده اردر بيع. واتفقنا ان الاخدر ده اردر شراء. واحد حاطت هنا اردر شراء عند زيرو بوينت اتنين واربعين سنت. عايز كمية من العملات خمسة وستين الف تسعمية وتلاتين عملة. يعني انا حاطت اردر عايز اشتري خمسة وستين الف تسعمية وتلاتين عملة. بالسعر ده. حضرتك هتقول لي وليكن ان الوردر دوت بالسعر دوت هيعمله كم سعر. هقول لحضرتك هنا. ده السعر. ده سعر ده غير سابت. وهنا حاسب لك على السعر ده. بيقول لحضرتك هنا ان العملة سعرها تلاتة واربعين سنت. زيرو ستة. طيب تمام. السعر ده متغير. لو حضرتك مسلا عملت على سل هنا وبعدين شراء تاني هتلاقي ان السعر هنا ايه? اتغير. فيه ريفرش يا شباب. حضرتك بتعمل له ريفرش. مسلا انت راح دغط له مرة على السل ومرة على الباي. هتلاقي السعر بيعمل ريفرش معك بناء على السعر الرئيسي للعملة هنا. بتلاقي موجود معك هنا. طيب تمام. انا دلوقتي عايز احط اردر شراء وليكن هنا عند السعر ده. عند زيرو بوينت اتنين واربعين زيرو واحد. انا شايف ان المكان ده مناسب للشراء. وبعد ما هشتري هنا سعر العملة هيرفع وليكن عند زيرو بوينت تلاتة واربعين سنت تمانية وسبعين. هعمل ايه? هروح جايله وكاتبله هنا كده. السعر اللي انا عايز اشتري عنده. انا جايد اغيت له هنا كده. ماسح. انا عايز اشتري عند الاتنين واربعين سنت. زيرو زيرو مثلا. هشتري مع الشخص اللي حطت اردر هنا ده. هحط الاردر هنا معاه واردر هيبقى متفاعل هنا. بس فيه نقطة. في هنا اردر كبيرة هو. في هنا اردر شراء كبير. هنا اردر مية وتمانين. وهنا اردر متين وعشرين. فانا عايز اردري يتفاعل قبل الناس زياد بحيث لو انا شايف ان العملة هترفع اردري يتفاعل قبلهم. ممكن اللي بيشتري دول ما يقدرش يكسروا النقطة دي. ما يقدرش يكسروا الاردرين دول. مسلا ده اللي يتفاعل وده يتفاعل وده يتفاعل ودول ما يتفاعلش منهم حاجة. والعملة ترفع بعدها على طول. فانا مثلا هروح جاي انا شاف ان هنا زيرو بوينت اتنين واربعين زيرو تلاتة وهنا زيرو بوينت اتنين واربعين زيرو زيرو فانا شاف ان هي فرقاها بسيط جدا. مش هتأسر معي في اي حاجة فانا هروح جاي مسح كده. واقول له. حط Listening for الشخص ده على طول. بقيت هنكتب هنا. زيرو بوينت اتنين واربعين سنت زيرو اربعة. بقيت فوق الشخص ده مباشر. القول الوردر Rose هيتفعل والأوردر ده هيتفعل والأوردر ده هيتفعل والأوردر بتاعك اللي هيتحط هنا هيتفعل كمان. انا لسه ما حطيتش الرصيد طبعا في المنصة. انا مش معايا رصيد هنا فانا مش هقدر ادي أوردر شراء وأوردر بيع لان انا اصلا مش معايا رصيد. تمام? تمام. حضرتك معاك رصيد أوردرك بيتحط مباشر. اول ما بتضغط له هنا كده بيتحط مباشر. احنا دلوقتي حددنا له السير اللي احنا عايزين نشتري عنده. هنحدد له الكمية اللي احنا عايزين نشتريها قد ايه انا هقول له هنا ولياكل ان لانا عايز اشتري الف عملة مثلا هيقول لحضرتك ان الف عملة دول بالسعر اللي انت حطه ده هيساوي ربعمية وعشرين دولار واربعين سنت طيب احنا دلوقتي عرفنا ان حطنا السعر وعرفنا الكمية اللي احنا عايزينها وعرفنا ان السعر بتاعهم هيبقى كده واول ما حضرتك بتدسله على كلمة باي هنا الوردر بتاع حضرتك هيروح اوتوماتيك يتحط هنا تحت الشخص ده على طول وفوق الشخص ده على طول طيب تمام اللي احنا بنشتغل بيه ده اسمه امر الحد انا بدا حضرتك هنا الوردر بالامر واقول لك انا عايز اشتري في المكان ده طيب لو انا عايز اشتري بسعر السوق مباشر اللي هو السعر ده هعمل ايه عندنا هنا خانة الليمت الليمت ده اللي هو الامر الحد نضغط كده هيجي لحضرتك يفتح لك خانتين هنا احنا اللي هممنا الليمت والماركت احنا مش عايزين نستوب ليمت دلوقتي برقم تلاتة دوت انا عايز حضرتك تبقى بس على يقين بامر الحد وامر السوق امر السوق ده اللي هو البيع بسعر السوق الحالي طيب تمام هنختار له مثلا كده الماركت حضرتك هنا ممكن تحدد له الكمية وتحدد له السعر ممكن تشترى انا عايز كمية قد كزا وتقول له مثلا انا عايز اشتري قد كزا هو بيحدد تلقائي لو حضرتك كتبت له كمية هيقول لك السعر بتاعه مباشر ولو حضرتك كتبت له السعر مباشر هيحدد لك الكمية. طيب جميل. دلوقتي لو جينا بصنا هنا سعر العملة حاليا تلاتة واربعين سين زيرو ستة. حضرتك دلوقتي لو بتعمل اردر شراء اللي انت عايز تشتريه هتشتري من اللي بيبيع. ولو حضرتك عامل اردر بيع هتبيع للي بيشتري. طيب تمام. احنا دلوقتي في امر السوق اللي هو امر الماركت بتشتري بسعر السوق مباشر. يعني الاردر بتاعك ما بيتحطش هنا ويتستنى لما حد يشتري منك او حد يبيع لك. احنا دلوقتي في امر السوق عايزين نعمل اردر شراء مباشر. لو جينا بصنا هنا هلاقي ان سعر العملة زيرو بوينت اتنين واربعين سنت تسعة وتسعين. واخر اردر بيع اخر اردر بيع هنا زيرو بوينت تلاتة واربعين سنت واحداشر. طيب تمام. حضرتك اول ما بتدس له شراء هيروح جايش شاري من الاردر ده. لان ما فيش اردرات بعده. مش هيشتري لك بالسعر ده. لان السعر ده متراوح بين دي ودي. هيروح شاري على طول من هنا من الاردر ده. حضرتك لازم انت بقى برضو فاهم النقط دي كويس. لتفاصيل صغيرة بسنتات ارقام بسيطة برضو بس لازم ان حضرتك تبقى انت واخد بلك منها. طيب دلوقتي ورنا بقى احنا هنشتري الاردر بتاعنا ازاي بسعر السوق. ركز معي في النقطة دي بقى كده. اول ما العملة هيتم فيها فتح التداول. هنشتري بسعر السوق. بالماركت. مش هنشتري بامر الحد. انت اول ما حضرتك هتفتح هتكون معاك امر الحد. هنغار على امر السوق بسرعة. وهنكتب له احنا عايزين نشتري بقى ايه? وليكن ميت دولار. وتروح جايب دايس على على طول. هيشتري لك من اول اردر باقي هنا فوري. على طول. سعر العملة يرفع. ننتظر بقى شوية لحد ما سعر العملة يرفع. هتلاقيني داخل ايل لحضرتك على جروب التليجرام بيع. هتروح داخل على سل فوري. ماركت. تروح جايش هددلو الخط ده كده انا عايز ابيع مية في المية من عملاتي او من الرصيد اللي عندي فورا. بسهر السوق. هيروح باقي للي عاملين اردرات شراء فوري. ضغط على كلمة سل? خلاص. احنا كده بقى عملتنا بقى معانا يوقز تيه? عملنا الربح بتاعنا. كله تمام التمام. هننتظر بقى شوية. العملة تنزل معانا تاني. نبدأ نشتري تاني. بس المرة ده هنشتري بايه? هنشتري بسعر الامر. هتلاقيني داخل لحضرتك. وبقولك اشتري سعر الامر. عند سعر كزا. هتروح انت حضرتك شاي للماركت. جاي بالليمت. محدد الكمية اللي انت عايز تشتريها. وليكن مية عملة. هيقول لك هنا بتلاتة واربعين دولار. او لو حضرتك عايز تشتري بكل العملات اللي معاك. بس انا ما برجحش بكل اليوقز تلي معاك. خلي دايما شغلك خمسين في المية مسلا او خمسة وسبعين في المية مسلا. بحيس ان العملة لو نزلت كمان شوية. نقدر نعزز. يعني ايه نعزز? يعني ندعم. لو حضرتك اشتريت عند السعر ده. والعمرة راح تنزلها عند السعر ده. وعند السعر ده ممكن تعمل ارتدات تاني وترفع. نبقى احنا نعزز من هنا. يبقى اشترينا من هنا كمان. يبقى اشترينا كمان من عند السعر ده. العملة رفعت. يبقى بتاعنا اللي شارينه من عند السعر ده. لحد السعر الاساس اللي احنا مشتريين منه بالخنسة وسبعين في المية كل ده ربح وكمان العملة هترفع يبقى ربح من هنا وربح من هنا عملنا اكبر ربح نقدر نستفد بيه طيب وليكن العملة بتاعتنا نزلت هنا وعززنا ورفعت هنا تاني وشايفين اللي هي ممكن ما ترفعش تاني دلوقتي ممكن نروح بيعين اللي اشترينا من هنا عند السعر ده والعملة تنزل تاني نشتري من تحت تاني وهقول للحضرتك تباقي تاني عند امتى وهكذا هيبقى متابع معانا محللين وهتلاقي الصفقات جاية لحضرتك كده هقول لك اشتري عند كزا وهو يقول لك برضو اشتري وباع عند كزا مش هنسيب حضرتك ان كان في بيع او شراء هنفضل مع حضرتك ان شاء الله حضرتك دلوقتي انا وريتك اوامر البيع واوامر الشراء بامر الحد وامر السوق حضرتك برضو عايز تباع هنا بتكتب له السعر اللي انت عايز تباع عنده وليكن اللي انت عايز تباع عند خمسة واربعين سنت بتقول له انا عندي كمية متين عملة مسلا عايزة باهم طيب دلوقتي انا هوري لحضرتك برضو مثال بسيط احنا بنكسب ازاي دلوقتي احنا دخلنا عند البي اشترينا بامر الحد عند اللي اتنين واربعين سنت وقلنا له هنا احنا هنشتري مت عملة هيقول للحضرتك هنا اتنين واربعين دولار تمام سعرهم اتنين واربعين دولار اشترينا حطينا الوردر بتاعنا هنا عند اللي اتنين واربعين الوردر بتاعنا فعل العملة رافعت للخمسة واربعين سنت وليكن. هنروح جاينا عند الخمسة واربعين سنت. حاطيني الورضر بتاعنا. ونقول له هنا احنا كنا شارعين متة عملة. هيقول له لحضرتك سعرهم خمسة واربعين دولار. يبقى احنا كسبنا تلاتة دولار في ثانية. بس احنا مش هنبيع ونشتري عند الاركام بسيطة دي. العملة تزادي اتنين سنت وواحد سنت ونبيع. لا احنا هنهدى شوية. العملة تمسك سعر نفترض ان احنا اشترينا العملة عند واحد دولار والعملة رفعت للخمسة دولار يبقى احنا عملنا كده كم ضابل عملنا خمس زابلات لو حضرتك اشتريت بمية دولار المية دولار ديت هتبقى خمسمة دولار وصلت النقطة ديت تمام كلام كويس طيب دلوقتي احنا عايزين نفهم الاستراتيجية اللي احنا هنمشي عليها بشكل اكبر ونفهم التعزيز ونفهم الاوامر البيع والشراء بشكل اكبر هنعمل ايه هتيجي على الجروب عندنا تنتظر معانا البكرة زي ما قلت لحضرتك وقت الزوم اللي هنعمله هنتناقش الزوم بيبقى عبارة عن ميت شخص حضرتك ملحقتش هنعمل لك زوم تاني مش هسيب حضرتك غير ان ما نكفي كل اللي هيشتغله معانا ان شاء الله من الاول للاخر لازم يبقى كل فاهم احنا هنعمل ايه بشكل مفصل ومبسط مش مشكلة لو هنعمل 3 حلقات زوم حتى لشافل الاستراتيجية معانا يرجع يطبق كده ويدي اوامر وهمية انت طبعا مش يبقى معاك رصيد مش هنحط رصيد غير اما نبقى جاهزين واخترنا المنصة ووسقناها ما تحطش رصيد في منصة غير اما تكون موسقها يعني ايه موسقها موسق الهوية منفعل الهوية بتاعتك ما عندكش ايه مشكلة طيب تمام طيب انا عايز اجيب الهستوري بتاعي واشوفوا الاردارات اللي انا عملتها طبعا لو حضرتك عملت اردار بيع او اردار شراء بامر الحد اللي هو الليميت هتلاقي الاردار بتاعك هنا اول ما بيتفعل بتشال على طول من هنا هيقول للحضرتك هنا اسم العملة والسعر والعدد اول ما الاردار بتاعك بتفعل بتشال على طول من هنا وبتلاقي رصيدك بقى موجود هنا وهنا هيقول للحضرتك عدد العملات اللي معاك اهو وهنا في الباي بيقول للحضرتك عدد اليو ازتين اللي معاك هنا جميل اوي طيب لو انا عايز اخش على السجل بتاع الصفقات اللي اتعملت عندي هعمل ايه هاجله على خانة السجل ده ايه من هنا هي مكان الموس كده نضغط عليه هيقول لحضراتك هنا الأوردارات بتاعتك كلها هنا الأوردارات المفتوحة اللي لسه متعملتش عندك وهنا الأوردار هستوري الأوردارات اللي اتعملت وهنا التريد هستوري طيب تمام كده خلصنا خلصنا ازاي نبيع ونشتري وهنعمل ايه وهنبيع امتى ونشتري امتى طيب نرجع بقى كده عايزين نشوف عملة كور على المنصة هنعمل ايه هنجيله على خانة الوليتس هنا ونجيله هنا على ديبوزيت هيفتع لحضراتك الوجهة دي طبعا هنا عملة كور عندي في السيرجي هستوري لان انا كنت بحس عنها حضراتك هتعمل ايه هتجيله على خانة البحس تكتب كور كده هتلاقي ان عملة كور ظهرت ايه ودي العملة اللي احنا كنا بنشرح عليها يا شباب احنا نشتغل على كور ديو الرمز بتاعها اهو وديت العملة اللي انا كنت بشرح لحضراتك عليها دلوقتي كمثال طيب تمام نضغط على كور ديو كده هيقول لحضراتك هنا شبكة كور وهيدي لحضراتك هنا العنوان ده العنوان بتاعك بتاع الإداء لو حضراتك هترسم من على ميتا ماسك احنا طبعا منتظرين العقد ازاك يسلنا على محفظتنا في ميتا ماسك حطينا العقد زي ما وردت لحضراتك وشرحت لك هنعمل ايه واضفنا البلوكتشين وزبطنا حساباتنا على السحب لما يوصل لنا العملات على ميتا ماسك هنيجي ناخد العنوان ده كده كوبي ونرسل من ميتا ماسك للمحفظة هنا ونبدأ نبيع بقى عملتنا الشبكة هنا كور مفيش شبكة تانية غير شبكة كور طيب تمام وجميل قوي عرفتنا كده حاجات وحلقة النهاردة عرفتنا حاجات كتير واقف معاك اي حاجة تبلي في كومبمنت او تيجي على جروب التليجرام وما تقلقش من اي حاجة انا مش هسيب حضرتك انا معاكم النهاردة وبكرة وبعض وبشكل يعني تقريبا 24 ساعة مع حضرتكم طيب تمام نرجع بقى كده احنا خلصنا كده وعرفنا هنعمل ايه على المنصة حضرتك بقى اخترت عايز تشتغل على منصة ايه عايز لها تسجيل وتوسيق مش عارف تسجل ولا توسك فيها ازاي هتجيل برضو على جروب التليجرام معنا القناة الاحتياطي هنصور ونزلك على طول فيديو ولو الوقت مش مساعد هتلاقينا بشرح لحضرتكم على تليجرام همشي معاكم خطوة خطوة بالسكرينات وهبقى معاكم وكل حاجة تمام تمام ان شاء الله احنا بقى لو عايزين نضيفي الرصيد بتاعنا في قلب المنصة بتاعة هنعمل ايه احنا لسه ما شرحناش النقطة دي هنجله على خانة الولدس من تحت من هنا المحفظة هنيجي هنا على خانة الديبوزيت ديبوزيت هنا نضغط عليها اداع ديبوزيت يعني اداع يا شباب والزرور يعني سحب طيب تمام هنا اليو اس دي احنا طبعا هنرسل اليو اس دي تي هنشتغل اليو اس دي تي لان كور هيتم التدول عليها كور يو اس دي تي الزوج اللي هنشتغل عليه كور يو اس دي تي هو ما فيش غيره عامة هنجله هنا على يو اس دي نضغط عليه هيقول لي الحضرتك هنا انت هترسللي على شبكة ايه ركز بقا معاه في النقطة دي TRON TRC 20 يا شباب هنشتغل على شبكة الرأسي 20 هيجيب لك الوجهة دي هيقول لي الحضرتك هنا اضغط عشان تاخد العنوان بتاعك او يزهر لك العنوان بتاعك هنضغط عليها كده هيبدأ يظهر لحضرتك هنا العنوان بتاعك اللي انت هترسل عليه من المنصة الخارجية اللي انت هترسل عليه من اي منصة بقى او اي محفظة ان كان باير ان كان باينانس ان كان تراست ولت ان كان فوسيت باي ان كان اي مكان رصيدك موجود فيه وهتشتغل على منصة MXC او اي منصة يكون هي هي نفس الطريقة في الارسال ان كان باي بيت ال بانك MXC اي منصة طريقة الادع واحدة و بتختار الشبكة وبعد كده بتاخد العنوان وبتبدأ ترسله طيب هنضغط على كلمة النسخ او العلمتين اللي فوق بعض دول قال لحضرتك هنا ان انت خدت العنوان دا كوبي هتبدأ تروح بقى لأي منصة او اي محفظة وتبدأ ترسل من عليها هنا مفروض ان انا اعمل حاجة تانية لا حضرتك مش تعمل اي حاجة تانية خلاص كده اتفاقنا هتلاقي الرصيد بقى معاك هنا في قلب محفظتك و هزرون ان كان الفيديو طويل بس عشان اوضح لحضرتكم بشكل مبسط لو حضرتك وايف معاك اي حاجة ما تنساش تكتبلي في كومنت و تجيلي على تليجرام اوضح لحضرتك بشكل اكبر و اتمنى يا رب الفيديو كون عجبكم ما تنسانيش باللايك ولا حضرتك مش مشترك في القناة اشترك و فعل زر الجرس عشان وصلك كل جديد تابع معايا الفترة دي بشكل كويس و كومنت ان كان سلبي او ايجابي بتقبل كل كومنتات و برض عليكم لا و اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة